السيرفرات في الشرق الأوسط هي من أهم مشاكل اللاعبين حالياً ومعاناة مستمرة بدون حل حقيقي من فترة طويلة الشركات تتجنب الإجابة الواضحة واللاعبين غاضبين وإحنا بحثنا لكم وتحرينا الحقائق وبنكشف لكم كل شيء في هذا التقرير المهم إذا أحد يبيعرف حجم مشكلة السيرفرات في الشرق الأوسط ممكن ناخذ لعبة فورتنايت كمثال معبر قبل فترة صارت حملة كبيرة على تويتر للمطالبة بسيرفرات شرق أوسطية للعبة الرد طبعاً وصل من إبك أن هذا شيء شغالين عليه وبعد فترة وصل الإعلان المنتظر وأعلنت إبك أن فورتنايت بيكون لها أخيراً سيرفر خاص بالشرق الأوسط فرحة اللاعبين كانت كبيرة خصوصاً بعد حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بالسيرفرات الخاصة بالشرق الأوسط أسوأ بباقي العالم الصدمة كانت قادمة بحيث أن مكان سيرفر الشرق الأوسط الفعلي هو في الهند ليش الشركة أعلنت عن سيرفرات للشرق الأوسط وتظهرها كأخيار في اللعبة لكن فعلياً كانت تستخدم سيرفرات في الهند بنشرح لكم الأسباب الآن الشركة أعلنت عن سيرفرات للشرق الأوسط بسبب الضغوط المستمرة من اللاعبين وما قدرت تستخدم سيرفر في الشرق الأوسط لأنها الشيء كان صعب جداً وبنشرح لكم ليش لاحقاً وسبب أنهم اختاروا الهند لأننا نعتقد أنها أفضل خيار قريب من منطقة الشرق الأوسط لكن ليش؟ ليش أغلب الشركات الموجودة حالياً مش قادرة توفر سيرفرات في الشرق الأوسط لألعابها؟ عشان نجاوب على هذا السؤال لازم نشرح بعض المعلومات الرئيسية أولاً وبشكل مختصر إيش هو السيرفر وكيف تستخدمه الشركات؟ السيرفر أو الخادم بالعربي عبارة عن كمبيوتر وبرامج حاسوبية يتم الاتصال فيها عن طريق الإنترنت وتنقل معلومات عبر الشبكة لعديد من المستخدمين شركات الألعاب تحتاج هذه السيرفرات عشان تقدر تسمح للاعبينها من حول العالم التواصل مع بعضهم واللعب عبر شبكة الإنترنت وهنا تجينا واحدة من المشاكل المعروفة لما نتكلم عن ألعاب الشبكة أو الأونلاين وهي اللاك إيش هو اللاك؟ اللاك باختصار هو التأخر بين الأوامر المدخلة من اللاعب عبر جهاز تحكم وتنفيذ هذه الأوامر داخل اللعبة اللي بيلعبها الشخص وهنا يجي مصطلح ثاني مشهور بين اللاعبين وهو بينك البينك هو مصطلح تقن يعبر عن المدة ما بين وصول الأمر من جهاز الشخص إلى السيرفر وتقاس بالجزء من الثانية كلما كان البينك منخفض كلما كان اللاك أقل وبالتالي تجربة اللاعب في مبريات الأونلاين تكون ممتازة لكن إيش اللي يسبب أن البينك يكون عالي؟ في أسباب عدة لهالشي لكن أحد أهم الأسباب المعروفة هو أن المسافة بين المستخدم والسيرفر كبيرة وبالتالي الاتصال بيأخذ وقت أطول مما يتسبب باللاك في النهاية بالنسبة لنا في الشرق الأوسط أغلب مواقع مراكز البيانات اللي تتواجد فيها السيرفرات بعيدة عننا كمثال أحد مزودي الخدمات هو أمازون ونشوف الخريطة اللي أمامنا المراكز البيانات الخاصة بالألعاب لهم حول العالم ونشوف طبعا أن أقرب وحدة لنا في الهند وهذا يدعم فكرة أن فورتنايت استخدموا سيرفر الهند حاليا وسموه سيرفر الشرق الأوسط لأنها الأقرب لنا واللي بيكون طبعا بديهيا الأفضل أداء الآن ممكن نناقش بعض المعلومات الجديدة أغلب شركات الألعاب ما تملك السيرفرات اللي تستخدمها ولكن تستأجرها من شركات أخرى متخصصة في المجال والسبب هو التكلفة العالية جدا لهذه السيرفرات ويكفينا مثلا أن السوني مؤخرا اضطرت تتعاقد مع منافسها التقليدي في سوق الألعاب مايكروسوفت عشان الحوسة بالسحابية طبعا مايكروسوفت من أشهر مراكز البيانات وبجنبها شركات ثانية مثل أمازون الخبر الحلو أنه بعد سنوات من الانتظار أخيرا هالشركتين بدأوا تشغيل سيرفراتهم في الشرق الأوسط في 19 يونيو 2019 أعلنت مايكروسوفت افتتاح مركزين بيانات لها واحد في دبي واحد في أبوظبي في 29 يوليو 2019 أعلنت أمازون عن افتتاح أول مركز بيانات لها في البحرين أيضا في شركات أخرى أصغر توفر خدمات مشابهة مثل شركة i3dnet واللي استحوذت عليها يوبيسوفت حديثا وبالتحديد نهاية 2018 وتقدم سيرفرات في الشرق الأوسط عن طريق مركز بيانات تملكة شركة اسمها ايكيونيكس في دبي طبعا سبب اختيار البحرين ودبي هو أن هذه السيرفرات عشان تشتغل بشكل أفضل لازم تكون قريبة من الكابل البحري الخاص بالانترنت وهنا في نقطة مهمة لازم نذكرها شركات الألعاب لما تتعقد مع شركات سيرفرات يكون عقدهم عالمي يعني هالشركة توفر لهم السيرفرات في كل المناطق وما يتعقدون مع عدة شركات مختلفة لأن هذا صعب جدا في العمل وبيأثر على الجودة مثلا فورتنايت حول العالم تستخدم سيرفرات أمازون بينما ريمبو سيكس حول العالم تستخدم سيرفرات مايكروسوفت وبما أن أمازون ومايكروسوفت وصلوا الشرق الأوسط أخيرا قد يكون سبب للحماس لكن مش بها السرعة من الأسئلة التي توارد الذهن للآن ليش مثلا مطوري فورتنايت تستخدموا سيرفر الهند بدل ما يستخدمون سيرفر البحرين الجديد من أمازون الإجابة هي أن سيرفر البحرين لسه مش جاهز للألعاب وعشان كذا قلت لكم لا تستعجلون بالحماس لما أمازون ومايكروسوفت قرروا يفتتحون سيرفراتهم في الشرق الأوسط الهدف حقهم ما كان عشان تكون سيرفرات ألعاب لكن أشياء أكبر من كذا بكثير نتكلم عن مشاريع حكومية ضخمة نتكلم عن مشاريع طبية وغيرها من المشاريع لذلك الألعاب بالنسبة لهم مش أولوية وله السبب ممكن بنحتاج ننتظر مدة غير معلومة حاليا لين ما تصير هالسيرفرات جاهزة 100% للألعاب وفي نقطة مهمة إضافية لازم الكل يعرفها عن السيرفرات عشان مشغلي السيرفرات مثل أمازون ومايكروسوفت يقدرون يقدمون أفضل اتصال ممكن لازم يكون بينهم وبين مزودي خدمات الاتصال والإنترنت اتفاق نتكلم عن الشركات اللي مثل STC، زين، دو، موبايلي والبقية بعض المشاكل اللي ممكن تطرأ هنا هو أن بعض مزودي الخدمة يطالبون مبالغ عالية جدا لتوقيع الأقود وبعضهم يطلب عقود حصرية طبعا صاحب السيرفر بيرفض لأن ما يريد مشتركي شركة اتصالات معينة يحصلون خدمة ممتازة والبقية يعانون الآن نتكلم عن بعض الأشياء اللي تخص شركات الألعاب وجمهورها في الشرق الأوسط مثل التعريب اللي تكلمنا عنه سابقا دعم السيرفرات مكلف ويحتاج يحسبون العائد على الاستثمار قبل تطبيقه لأن كل اتصال يتم بالسيرفر له تكلفته ومحسوب الناشرين يعرفون بشكل جيد كل المشاكل اللي يواجهونها اللاعبين عندنا هم انتظروا حملات على تويتر أو غيرها عشان يعرفون لأنهم يملكون إحصائيات كاملة عن كل شيء يصير وكل لاعب يتصل أونلاين بألعابهم الألعاب اللي مالها شعبية كبيرة في المنطقة وجمهورها محدود يكون تمكين سيرفرات شرق أوسطية له صعب والسبب هو أن اللاعب ما يلقى لاعبين كثير يلعب معهم وحيانا في الماتش ميكينج يظطر ينتظر ربع ساعة بس عشان يلقى واحد يلعب معاه فبالنسبة للشركة ترغم يستخدم سيرفر أوروبا مع مشاكل لاك أفضل من أنه يكره اللعبة بسبب قلة اللاعبين المتواجدين أونلاين وشيء ثاني صعب على الشركات هو معرفة كمية الإقبال على اللعب أونلاين لألعابهم في الشرق الأوسط قبل صدورها لكن رغم كل المشاكل إلا أنه في ألعاب شركاتها قدمت فيها سيرفرات خاصة في الشرق الأوسط ومن الأمثلة الحديثة لعبة بوبجي على الموبايل لعبة روكيت ليك لعبة باتلفيلد ون وأيضا لعبة ديفيجين تو وطبعا للأسباب التي ذكرناها سابقا مشكلها التجارب كانت ممتازة رغم استخدام سيرفرات في الشرق الأوسط في وقتنا الحالي نقدر نقول أننا أكثر تفاعنا من قبل على الأقل الألعاب الكبيرة وذات الشعبية الواسعة بيكون أسهل عليها تحصل على خدمات السيرفر الخاصة بالألعاب في الشرق الأوسط نحتاج فقط مايكروسوفت وأمازون يجهزونها للاستخدام من قبل شركات الألعاب في القريب العاجل ويمكن مع الوقت تنخفض الأسعار وتقدر الألعاب الأقل شعبية من أنها تستخدم سيرفرات مايكروسوفت وأمازون في الشرق الأوسط ويحصل الجميع على أفضل تجربة أونلاين ممكنة هذه كانت حلقتنا الجديدة من ملفات سرية طبعا أخذت مننا وقت في البحث والإعداد ونتمنى أنها تكون فعلا قد تطلعاتكم فلا تنسوا أن تعطونا لايك على الفيديو تنشرون الفيديو قد ما تقدرون وتشتركون في قناتنا عشان نجهز لكم محتوى مثل هذا وأفضل مستقبلا